في شأن أمني آخر ألقى جهاز الأمن الوطني القبض على مسؤول كبير في شركة نفط ذيقار وسائقه متلبسين بالرشوة بعد نصب كمين محكم لهما وسط المحافظة وذكر بيان للجهاز أن العملية تمت بتوجيه وإشراف من قبل محافظ ذيقار وكالة عبدالغني الأسد مشيرا إلى ضبط مبلغ قدره 100 ألف دولار مع كتب ووثائق رسمية فضلا عن عدد من الأختام الإدارية بحوزة المعتقلين شكرا للمشاهدة